أقامت الهيئة العربية للتصنيع احتفالية تسليم مرحلة جديدة من المعدات والمركبات تحت شعار صنع في مصر وذلك بمقار مصنع قادر للصناعات المتطورة تابع للهيئة وخلال الاحتفالية تم اصطفافه ولوادر ومعدات تسلم لوزارة البيئة من تجميع وتجهيز مصنع قادر للصناعات المتطورة خلال احتفالية أقامتها الهيئة العربية للتصنيع بمصنع قادر للصناعات المتطورة قامت الهيئة بتسليم المرحلة الأخيرة من المعدات والمركبات لوزارة البيئة في إطار مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة ضمن رؤية مصر التنمية المستدامة 20-30 نحن النهاردة نسلم الدفع الأخيرة من المعدات سواء اللوادر أو العربات الألاب لدعم المحافظات جمهورية مصر العربية لتطوير منظومة النظافة الحقيقة إحنا لدينا دور كبير أو الحمد لله في هذه المنظومة منظومة النظافة ومنظومة المخلفات الصلبة بصفة عامة من إنشاء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافع صحية والعربيات اللي هي في الخلف دي دي العربات الوسائل اللي احنا بنجمع بيها المخلفات المشروع يمثل نقلة نوعية كبيرة لتدوير منظومة التعامل مع المخلفات من خلال الدعم الكبير بأحدث الآليات والمعدات لإيجاد حل جذري لمشكلة القمامة وفق رؤية عصرية متطورة إحنا موجودين النهاردة في توزيع المعدات اللي هي مقدمة كدعم من وزارة البيئة لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة وبنستخدم المعدات دي في إدارة المدافن الصحية إدارة المدافن الصحية هي تم تصميمها على أحدث مستوى بحيث تتلاءم مع الطبيعة المصرية بالإضافة نتحط طبعا كل المقييس لطريقة التشغيل بتاعة المدافن دي هي خطوة كبيرة للدولة في إطار جهدها لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث فضلا عن دعم توطين الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمالين جديدة محمد الخطيب التلفزيون المصري